المشهد ده تحت عنوان اللهم اجعلها بشارة خير اللهم اجعلها بشارة خير اللهم اجعلها بشارة اقتراب فجر قولوا امين ليه؟ المشهد اللي هقولك النهاردة ده اللي عملوا السيسي البحيرة بيفكرني بمشهد بتاع مبارك خليهم يتسلوا خليهم يتسلوا فربنا يجعلها بشارة خير النهاردة الدليل الفاش الراحة البحيرة في ظل الفقر المتقع والجوع اللي بيمر بيش شعب المصري خرج يقول لهم زي مبارك اتسلوا عالسوشيال ميديا ما تفرقش باي حاجة ودي من سنن ربك من سنن ربك طبعا مبارك لما بيكون بيقول خليهم اتسلوا اوعى تتكلم ده كان يقين لجواه السيس النهاردة لما بتحدث على السوشيال ميديا اوعى تخيل ده اليقين لجواه ده تصدير اللي ربنا بينطق الطغاة عادات انه اتظن انه لن يقدر عليه احد ودي تكون باذن الله ادان باقتراب لحظة السقوط قولوا يا رب تاني الدليل خرج يتكلم الناس النهاردة ويتحدث عن الغلابة والموجوعين اللي بيتكلموا عن الجوع والفقر ومعندهمش مكان يتكلموا عنه غير السوشيال ميديا خرج يتحدث عنهم بهذا الشكل بس انا كنت هاخد القمح ده الرغيف بيكلف تمانين قرش ما بيعوا كامل خمس سوروش مش كده يا دكتور وصفة في الرغيف ايه بس مبدئيا اللي بخمس قرش يا جماعة الغالبية العظمة اتحذفت من بطاقات التموين وحادمه يعني خلى اخواتنا الصونيين يجوا يزهلوا بقى بيتاكل من لقمة واحدة وايه الاستعباط ده والهابل ده والناس الرغيف العيش اللي هما عادين يحوموا حواليه ديه الناس ديه كلها بتدفع درايب وبياخدوا رواتب لا تتخطى مية دولار العيلة كلها بتصل بقال من مية دولار حد الفقر يا جماعة بقى وصل تلاتة دولار في اليوم للبناء ادم حد الفقر فقر المطقع عقل من تلاتة دولار في اليوم مش اتنين بقوا تلات ومع ذلك ده ما فيش اي حاجة لكن ما تبقوا ليه هز راسه ويقول اه يقول اه وما فيش قدامها سبت غير انها تزداد انفصالا عن اوجاع الناس اللقطات والستة تطلعها عمرة وبتاع ده دي عصابة وصلة للليفل الوحش في اللقطات العصابة دي كلها مبنية من اللحظة الاول الانقلاب كله مبني على اللقطات فيش اي حاجة غير اللقطات مفاتش بالمركز اللي التعبية والاحساء من اهل البحيرة انها هتبرع بعشرة في المية مرات بالمدة سنة لانشاء فرع جديد لجامعة الازهر والسيسي يرد مش هيكفي المواطن المواطن الشريف اللي شغال إيلوم ماسك بعد الدهر ده لا مش هينفع مش هيكفي كل دي اللقطات هو مقدموش المعادلة دلوقتي الانهيار يسمح بيه قبل الانتخابات رغم انها فيش وقت طبعا المواطن اللي قال كده يعني ببحث فوري لا يتعدد تتاشر ثانية طلع مش مواطن عادي ده طلع امين حزب حماة الوطن زي مستنقع وطن كده بزمتك دلوقتي باللعلك باللعلك تعرف ان فيه حزب اسم حماة الوطن ده ابن عام مستنقع وطن كده ده امين الحزب وتشحن بالامر وتحفز الجملة وتعمل اللقطة دي بقى كله لقطات لحد بيتحرق من اول الرجل بتاع المنصورة النائب اللي اتهزق بمنتهى القدار انت مين انت يا حيوان تفاهم اي حقوق يا حيوان وما فيش اي لقطات عفوية انتهت انتهى نقطة من اول السطر ده امين اللي يتقل وادفع عشرة في المية والمشهد الهراء اللي حصل النهاردة ده ده امين حزب حماة الوطن حماة الوطن نجس وكلب عسكر هو كمان بص واقسم بالله سيمهم على وجههم كلب من الكلاب وكلها ولعة في افتاحية ولا اجمل افتاحية ولا اروع بحضورة معالي اللي هو جمال عبدالعاطي امين تنظيم المحافظة والاستاذ عمر هيبا حجاج امين المركز بتاع حماة الوطن حماة الوطن حزب ده طلعت بحزب حماة الوطن كده زي مستقبل وطن انا بس صدفة صدفة زي السنتات اللي بيقابلهم صدفة تلات اربع مرات كله صدف كله صدف كله نظام مبني على الوهم عايزين الشعب اللي مش لاقي يتبرع تاني بجعلك بقى للعميل اللي بيتكلم خرج الناس بتكلم عالجوع الفق خرجوا فيديوهات عالسوشيال ويشتكوا من الغلا قالك دول زي اللي عاديين عالقها وما لهمش اي معنى يعني ما فيش اي كلام ولا ليهم اي معنى خليهم يتسلوا ويتحرقوا بجاز لاقش خالص من موضوع السوشيال ميديا ليه لان انا عارف ان السوشيال ميديا هي عبارة عن دردشت الناس مع بعضها بس بقت على الهوم الناس كتاب لكنا بتقعد علاوها تتكلم صح كنا دلوقتي بيعودوا على الايه على الفيس يتكلم هادي يعني ده تفاهة يعني اولا ليه ما تقلوش من الكلام ده ده شعب واخد بالجزمة واحنا ده يسينه والامن مسيطر ويتحرقوا بجاز واللي يموت يموت واللي يتحرق يتحرق والبيوت اللي تتخرب تتخرب والمستقبل يضيع يضيع والناس تنهار كل ده كلام تافي كل ده كلام تافي مع ان الحقيقة قسما بالله من اجبا تلت اشخاص ممكن يعدوا عليك في حياته وبيخاف من خياله وبيتابع اي كلمة بتتقال عنه وخرج قبل كده بنفسه وقالك انا بتابع كل حرف كلب مرعوب خايف قسما من الله ما بيعرف ينام لكن دي علامة واشارة من ربنا افكرك بس عشان من علامات الكذاب الاشر انه بينسى انا بتابع السوشيال ميديا جدا يعني وتعلاقات كل الناس وبجد مثلا احد يقولك يعني يا كامل يا وزير مش كفاية اسفلت بقى واحد احد يخرج مسلسل الاختيار وغير السيناريو وكره اسمه ايه بيتر بيتر ميمي في حياته وكرهه في الاخراب وبقى ينزل حاجات وهو كل يوم وعمل غرفة عمليات عشان يخرج مسلسل الاختيار سوشيال ميديا اللي لما كتبوا على السوشيال ميديا وترحموا على الدكتور مرسى اللي يرحموا بسبب كمية الاكاديم اللي كانت في مسلسل الاستحمار خرج وقالك الرئيس مرسي وغير مسلسل الاختيار بنفسه قال مش الام السوشيال ميديا ترحم ساعتها على دكتور مرسي ده بيخاف من خياله لسه من كم يوم حسن نفعة قال لك انا ممنوع اكتب على السوشيال ميديا زي دكتور هاني سليمان اللي عميل المرتاح السجن وبسبب بوست على السوشيال ميديا على السوشيال ميديا اعتقال طبيب مصر انتقاده السيسي على الفيسبوك ولما هو الناس بتهرق على السوشيال ميديا زي زي الها الهاوة كده الناس بتختافي ليه الناس اللي طلعت تعايت من جوعة اتقبض عليها ليه ما خرجوش لحد دلوقت راجل كتب بوست اتقبض علي عشرات الالاف عشرات الالاف معتقالين بسبب ان كتبوا على الفيسبوك فيطلع الدليل المرعوب يقولك انا مش خايف بالسوشيال ميديا دي حكاوي الهاوي طنت كان اسمها ايه اتريبي سبت البرنامج من زمان ده المجرم ساميال اتريبي ده المجرم في 2019 لما اتفضح السوشيال بسبب اصوره وفساده خرج مرتعش يهرتل بهذا الشكل خوفهم من السوشيال ميديا قال لي يقولك السوشيال ميديا بتاعه كان فيديو سوشيال ميديا وفيديو بتاع محمد علي وشاي وزجار يخرب بيتك مش خايفين على جيشكم مش خايفين على زبادكم الصغيرين انه هم يتهزوا في انه هم قياداتهم يتقال عليهم هم ناس مش كويسين هو مركز الثقل اللي بيني وبين الناس في مصر ايه واخد بالك انت من اللي طبل وغلط ومركز الثقل يقولك اصلا خليهم يتسل بشرة خي تبروها حكاوي القهوة يعني ما بتعتبرهاش حكاوي القهوة وطلعوا الالاف اللي انتوا حبسينهم بسبب الجمل دي ليه المجرم في لحظة الرعب لما جمال نزل والناس بسيته بتاعه معرفش انه مطلع الوادي يوسف الحسيني من غير منطلون واللي فضل واقف يقوله انا خايف هيوسف من كلام الناس لا ده مجرم وخايف وجبان ومرتعش ومرعوب قالك ربنا بس اللي هحسبني كانسان منكم امين معاكم وامين عليكم امين معاكم وامين عليكم واللي هحسبني مين ربنا لا يمكن لا يمكن لا يمكن اي حاكم في اي زريبة تزريبة يقول للناس اللي هحسبني بس ربنا لا يمكن لا يمكن لان ده ده كلام الاخرى في الدنيا لما تتقل للشعب يتقلوا عليك وعلي خلفوك عليك وعلي خلفوك يعني ايه لي حسبك ربنا في حساب هنا احنا هنحسبك شعب في صندوق هنحسبك فيش اي حاجة اقولك انت في صندوق ولا 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 اخضع الاختراف ولا لا 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 اي حاجة كلكم هواء انا معايا السلاح فتتحرقوا بجاز ليه حسبنا ربنا تحرقوا بجاز هواء لا دولة لا دولة جيش استفحل واستنطع واستمرأ هذا الركوب عالشعب بحيث اللي يلاقي ركوبه مايركبش مايركبش ليه مش لا نتكلم عالصح بجد والله العزيز حد بيتطيلك عشان تركبه ما تركبوش ليه هتركبه وتركب اللي خلفوه